Ciao a tutti, come state? إزايكم عاملين إيه؟ النهاردة هنتكلم عن موضوع سهل ولطيف وهو إزاي أدعو شخص ما لعمل شيء معين الدعوة دي بتكون إزاي؟ وكمان إزاي أجتو إي ريفيوتو كوستو إنفيتو إزاي أقبل أو أرفض هذه الدعوة إنفيتاري أفهر كوالكوزا أجتتاري إي ريفيوتاري ده اللي هنشوفه مع بعض النهاردة خليكم معايا أول حاجة هناخدها كوزا دي تشي كواندو إين فيتي ونا بيرسونا إيه اللي هتقوله لما تيجي تدعو شخص ما؟ عندنا في الإيطالي في أكتر من طريقة عشان أوجه دعوة لشخص ما إن هو يعملي شيء معين أو يعمل معايا شيء معين أو فعل معين تعالوا دلوقتي نشوف بعض الطرق اللي أنا بدعي بيها شخص ما أول حاجة يعني هل تأتي معي لنأكل؟ تيجي معايا نأكل؟ كده أنا بدعي إن إحنا نروح نأكل مع بعض فبقول إيه؟ فييني هل أنت تأتي؟ ده سؤال هنا بمعنى هل؟ فييني ذربو فينيرة يأتي متصرف هنا مع تو؟ أنت فييني كمي أنت هتأتي كمي معايا؟ أ لكي هنا أ بمعنى تير لكي منجارة عشان نأكل؟ فييني كمي أمانجارة يعني بالعمية كده تيجي نأكل؟ تيجي معايا نروح نأكل؟ يبقى هنا أستخدم فيربو فينيرة وبعدها أ اللي هي لكي وبعدين الفعل في المصدر الفعل اللي إحنا عايزين نروح نعمله اللي أنا بدعوه إن هو يعمله دي أول طريقة إيه كمان؟ عندنا هنا معناها هل تريد أن تأتي معي لحفلة عيد ميلاد؟ هنا بدعيه إن هو ييجي معايا حفلة عيد ميلاد الطريقة الثانية يعني يريد عايز يعني هل أنت تريد تأتي ونأم يكملين الجملة هل أنت تريد أن تأتي كل ما معايا أو نفاستا دي كومبيانو أو التشينيما أو التاترو عايز تيجي معايا مثلا المصرح أو السينيما أو الحفلة تمام؟ دي الطريقة الثانية ممكن أقول إيه كمان؟ أنديامو آ يعني هيا بنا نذهب أنديامو ونكون شارتو يعني هيا نذهب لحفلة موسيقية إيه رأيك؟ إن إحنا نذهب لحفلة موسيقية دي برضو دعوة أنديامو زربو أنداري يعني يذهب متصرف هنا مع نوي نحن أنديامو لنذهب هيا بنا نذهب آ إلى ونقم آيلين المكان أو الحاجة اللي إحنا ريحين نعملها أنديامو آ ونكون شارتو هيا بنا نذهب لحفلة موسيقية إيه رأيك؟ دي برضو دعوة كمان ممكن نقول كاني دي تشي دي كاني دي تشي دي أنداري كاني دي تشي دي يعني ماذا تقول عن أو ماذا تقول في الموضوع ده أو إيه رأيك فيه في إيه بقى؟ دي وبعدين نقول الحاجة اللي إحنا هنعملها الفعل في المصدر كاني دي تشي دي أنداري إيه رأيك؟ أو إيه يقولك؟ إن إحنا أنداري نذهب ألتشينيما إيه رأيك نروح للسينيما؟ زي ما إحنا قلنا من شوية كلمة فووي هل تريد؟ وبعدها الفعل في المصدر قلنا هل تريد؟ فووي فينيري هل تريد أن تأتي كمي معايا؟ ونقاليني المكان أو الحاجة اللي إحنا نعملها هنا برضو نفس المعنى آي فوليا هي نفسها فووي فووي فرب فوليري متصرف معا تو أنت هنا برضو أفيري اللي هو معنى لديه هنا متصرف معا تو آي فوليا هنا معنى الرغبة آي فوليا هل لديك الرغبة دي؟ وبعدين نقول الفعل في المصدر إنفينيتو آي فوليا دي وشيرة أو جي؟ هل أنت لديك الرغبة إن إحنا نخرج أو جي النهاردة؟ تمام؟ إيه كمان؟ هنا عندنا بركا نون بركا نون فياني أكازم ياستسيرا؟ معناها لماذا لا تأتي إلى منزل الليلة؟ بركا لي نون لي لأ لي ما تعملش الحاجة دي وبعد كده نجيب الفربو متصرف عادي بركا نون فياني لإنت ما تأتيش أكازم ياستسيرا لمنزلي هذه الليلة النهاردة بالليل معناها برضو إيه رأيك تيجي؟ لي ما تجليش النهاردة؟ لي لأ تمام؟ فهنا دعوة برضو إنما أنا بدعين هو يجيلي دي طريقة أخرى من الطرق اللي بعمل بيها إنفيتو دعوة تمام؟ سهلة؟ دلوقتي بقى نشوف مع بعض كوزاديتي كواندو أتشاتي لينفيتو ماذا تقول كواندو عندما أتشاتي تقبل لينفيتو الدعوة؟ إيه اللي هتقوله لما تقبل الدعوة؟ إحنا دلوقتي الشخص دعينا لإن إحنا نعمل حاجة مع بعض إن أنا أروح له إن إحنا نتقابل إن إحنا ناكل أيا كانت دعوة وأنا قبلتها أتشتاري يقبل إيه بقى اللي أنا أقوله؟ عشان أقوله إن أنا موافقة أو قبلت دعوتك في كذا طريقة كلهم أسهل من بعض تعالوا كده نشوفهم مع بعض أول حاجة أقوله سي جراتسيا سي جراتسيا أيوة شكرا لو هو مثلا سألني فيانيكم مياه منجاري؟ تيجي تاكل معايا؟ سؤال بمعنى هل؟ أقوله سي جراتسيا أيوة شكرا موافق يعني ممكن أقوله كمان تشارتو بالتأكيد تشارتو يعني أكيد موافق بالتأكيد ممكن كمان أقوله كومبياتشارة أو فولنتياري اللي اتنين بمعنى واحد معناهم بكل سرور كومبياتشارة أو فولنتياري بكل سرور أعمل الحاجة دي معيك ما عنديش مشكل كمان ممكن أقوله دكاردو موافق دكاردو كمان عندنا كمان عندنا كمان عندنا كمان عندنا أعونا بلدية إنها فكرة جميلة بلدية أو على طول بلدية فكرة جميلة يعني طبعا موافق تمام سهلا دلوقتي بقى نشوف مع بعض كوزاديتشي كواندوري فيوتي لين فيتو إه اللي هتقوله لما تيجي ترفض لين فيتو الدعوة إزدائي بقى نعتذر لشخصه نقوله لأ أحنا مش عايزين نشوف كده كزا طريقة مع بعض أول حاجة ممكن أقول مي دي سبياتشي ما نن بوصو مي دي سبياتشي ما نن بوصو مي دي سبياتشي يعني للأسف يؤسفني ما نن بوصو أو نن بوصو على طول لا أستطيع مش قادر عمل الموضوع ده دي أول طريقة إيه كمان ممكن أقوله يعني للأسف نن بوصو مش هقدر لا أستطيع ممكن بعدها ناخد كومة ونقول جملة أقول العزر بقى هنا مثلا بقول يعني عندي الكثير لأفعله عندي التزامات كتيرة قوي ورايا فأنا إيه نن بوصو مش هقدر وطبعا في الأول أقول إيه فورتروبو أو مي دي سبياتشي يعني للأسف كنوع من أنواع الاعتذر أو الرفض بطريقة زوء شوي تمام إيه كمان هنا تيرين جراتيو ما أجاو نمبانيو تيرين جراتيو يعني أنا بشكرك يعني الشخص ده وقه لي دعوة فأنا الأول بشكرو أقوله تيرين جراتيو أو جراتيو ما ولكن أجاو نمبانيو هنا بقى بقول العزر اللي عندي أجاو نمبانيو يعني عندي التزام حيقة ورايا عايزة أخلصها فأكيد مش هقدر إيجي تمام إيه كمان ممكن أقوله نو جراتيو ديفو ممكن مثلا حد يجي يقول لي في أن داريال شينيما كومي هل أنت تريد أن تذهب إلى السينيما معي يدعيني يعني فأنا هنا أقوله إيه نو لأ وبعدين أشكره أقوله جراتيو شكرا ممكن أقول نو جراتيو واسكت أو إن أنا كمان أقول السبب إيه السبب اللي بيخليني برفض الدعوة ممكن أقول ديفو فيربو دوفاري يجب يجب علي هنا متصرف مع إيو أو مفروض علي ونقول الفعل في المصدر إن أنا أعمل كذا نو جراتيو ديفو ستودياري مفروض أزاكر تمام سهلا سهلا خالص كده إحنا أخذنا إزاي بندعي شخص لفعل شيء ما وإزاي أقبل الدعوة وإزاي أرفضها خدنا كذا حاجة ممكن نحفظ منهم حاجة أو اتنين نبقى عارفينهم ونبقى عارفين الباقي كده عشان لو أتقلنا نبقى إحنا فاهمين الكلام ده معناقي تمام دلوقتي كده نشوف جملة مثال هنا ماريا بتقول إيه هنا ماريا بتكلم كارلا بتقول لها ليه ما نذهبش إن كوال نوافو لو كالا في هذا المكان الجديد ده أو إن كوال نوافو ريستورانتي المطعم الجديد ده هنا ماريا بتدعو كارلا إن هم يروحوا مكان جديد دوت مع بعض أو المطعم الجديد ده فكارلا ردت عليها قالت لها آه بلدية يعني آه فكرة جميلة يبقى هنا هل هي قبلت ولا رفضت الدعوة كده قبلت الدعوة مظبوط نشوف مثال كمان هنا فرانكو بيكلم فابيو بيقول له أنديامو أمنجاري سوشي ستسيرة أنديامو آه هيا بنا نذهب أو إيه رأيك نذهب أو لنذهب أمنجاري عشان ناكل سوشي ستسيرة إيه رأيك نروح ناكل سوشي اللي لدي فابيو قال له فابيو قال له نو نون مبياتش مولتو السوشي قال له هنا نو لأ وبعدين شرح لأ ليه نون مبياتش مولتو يعني مش بيعجبني السوشي هنا فابيو قبلت دعوة ولا رفضت دعوة بتاعت فرانكو هنا أكيد طبعا رفضت دعوة وكمان وضح له السبب إنه هو مش بيحب السوشي تمام موضوع النهارجة كان سهل خالص وبسيط وهسيب لكو تحط في الوصف محادثة هنسمعها هنرجع فيها اللي احنا خدناه وهنلاقي فيها جمل كتيرة على الدعوة وقبول الدعوة ورفض الدعوة هنلاقيها سهل قوي هنسمعها وهنستفيد وهنطبق بشكل عملي على الفيديو اللي احنا قلناه ده ولو حد فيكو لي أي سؤال في اللي احنا قلناه يكتبون يكومنتي تشفيديامو جراسيا